أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد رسول الله في عشية الرابع والعشرين من يوليو الفين وخمسة عشر طائرات التحالف تقصف المدينة السكنية في المخى وتودي بحياة أكثر من مئة مدني وتصيب العشرات مجمعة سكنية خاصة بمهندسين وعاملين في محطة المخى البخارية بتعز يقتنها إلى جانب أسر العاملين زوار ونازحون لجأوا إليها هربا من الحرب لكن كان مصيرهم الموت كان يوما داميا الضرب يعني بلا هوادة ضرب بلا هوادة لا عساكي عندنا لا شياطين لا يوجد مظاهر مسلحة يعني ما قدرنا شنو قد حتقوها قسما بلا ما قدر الآن أكثر من هنا أكثر من عشرين قثة الذي غفعني العديتوين أنا بيدي العديتوين بيدي أكثر من عشرين قثة بذنبنا ذا بعد عام من الحادثة أقر التحالف بذنبه فقد أعلنت لجنة تقصي الحقائق وجبر الضرر أنه سيتم تعويض المتضررين وجبر ضررهم أربع سنوات على حادثة شهدت تحولات كان الشتات الذي عانته أسر الضحايا هو العلامة الأبرز في تلك الرحلة القاسية سرعان ما غابت الجريمة في سلسلة طويلة من الأحداث والجرائم وكل جريمة تنسين سابقتها أربع سنوات من التشرد دون سكن في قرى واريا في تعز ومن الانتظار للتعويض وإعادة ترميم مساكنهم المدمرة لكن أي من ذلك لم يحدث تقول بعض المصادر للموقع بوست إن عشرات الأسر تركت منازلها بأثاثها ومتلكاتها وتفاجأت اليوم بقيام القوات الإماراتية بمصادرتها كاملة وإطلافها ناهيك عن رفض التحالف عودة المدنيين إلى مساكنهم ويقدر عددهم بمائتين وسبعين أسرى خشية عودة السكان إلى مدينتهم ومطالبتهم بالتعويض ورغم إعلان التحالف عن تعويض مائة وثلاثة عشر مدنيا تضرروا من الضربات الجوية في اليمن إلا أن عددا من الأسر نفت ذلك بما في ذلك جمعية أنشئت لتبني المطالب الحقوقية لأسر شهداء وجرحى ومتضرري مجزرة مدينة عمال الكهرباء السكنية في المخى التي أكدت أنه لم يتم فتح أي قنوات تواصل بينها والتحالف تغيب أصوات الضحايا كلما اتسعت خارطة الدمار وعلت أصوات الطائرات في سماء البلاد طيل جانب ضحايا مدينة المخى تتسع خارطة الوجع الإنساني بطول البلاد وعرضها لضحايا مدنيين يذوقون مرارة القصف وقسوة الإهمال من بعده دون إنصاف أو عدانة ترجمة نانسي قنقر